السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع المحاضرة العاشرة تقييم أداء المحافظ الاستثماري هنشوف كيفية تقييم الأداء عشان أقدر يعني أنا بستخدم عملية تقييم الأداء في المقارنة بين المحافظ المختلفة تمهيداً لاختيار أفضل محافظة بستخدم هنا عدة طرق لتقييم الأداء ما بين طرق بسيطة وطرق أخرى متقدمة الأسلوب البسيط وده في طريقتين اللي هم طريقة معدل العائد على محافظة الاستثمار وفي طريقة تانية اسمها العائد المعدل للخطر طريقة معدل العائد على محافظة الاستثمار دي بتعتمد على تحديد معدل العائد على المحافظة فبالنظر مثلاً في التمرين اللي قدامنا ده عندي ثلاث محافظ فبيتم الاختيار على أساس الأعلى عائد أعلى المحافظة عائد هي لو نظرنا للمحافظة الأولى 18% تانية 14% الثلاثة 15% يبقى المحافظة الأولى هي الأفضل من حيث العائد المحقق منها التانية في المقاييس البسيطة اللي هي طريقة العائد المعدل للخطر وهنا بنسب معدل العائد على المحافظة على المخاطرة بتاعتها فباستخدام البيانات اللي موجودة في التمرين بجد أن العائد المعدل للخطر بالنسبة للمحافظة الأولى 1.2 من 10 التانية 1.4 من 10 التالتة 1.36 من 100 يبقى هنا بختار المحافظة رقم 2 على أساس أن هي المحافظة المعدل العائد بتاعها أعلى يبقى نمرة 2 هي التي تعتبر هي المحافظة الأولى ويليها نمرة 3 وبعدين رقم 1 نتنقل للأسلوب العلمي الأسلوب العلمي وده بيتم من خلاله التحقق من مدى سلامة قرارات التكوين أو التركيب السليم للمحافظة من خلال تقييم أداءها وأهم مقياس فيهم هو مقياس شارب إحنا فاكرين ويليام شارب اللي هو صاحب نظرية تسعير الأصول الرأسمالية الـ Capital Asset Pricing Model والمقياس بتاع شارب بيعتمد على تحديد بدل المخاطرة على الانحراف المعيالي فبينسب بدل المخاطرة اللي بيخص محفظة ما على المخاطرة الكلية اللي بتتعرض لها المحفظة لو عندي المثال ده فيه تلت محافظ ميم واحد وميم اتنين وميم تلاتة متديه لك العائد على المحفظة على كل محفظة متديه لك انحرافها المعياري متديه لك بيتا انا عايزة هنا العائد والانحراف المعياري اللي هو بيعكس المخاطرة الكلية العائد بشيل منه العائد الخلي من الخطر بيديني بدل المخاطرة بقسمه على الانحراف المعياري بيطلع لي معامل للأداء طبعا بختار الأداء بتاعها اعلى ما يمكن وهي هتكون المحفظة رقم واحد عندنا مقياس تاني اللي هو مقياس ترينور وده يعني بيركز على بينسب برضو العائد الإضافي اللي هو عبارة عن بدل المخاطرة على معامل المخاطرة المنتظمة بيركز على معامل بيتا والبالتالي الفرق بينه وبين مقياس شارب هو ان مقياس شارب بيركز على المخاطر الكلية للمحفظة لكن ترينور بيركز على المخاطرة المنتظمة فقط على أساس دي للمفروض ان المستثمر بيتعود عنها برضو بتتقاس النسبة دي للتلات استثمارات مثلا بالنسبة للتمرين السابق وبطلع مقياس ترينور بالنسبة لكل محفظة وبرتب برضو كل ما زادت النسبة دي كل ما كان ده أفضل وبالتالي المحفظة هي بتكون الأفضل أداء ولو رتبتهم هلاقي المحفظة رقم واحد وبعدين رقم ثلاثة وبعدين رقم اتنين جنسن بيعتمد على مقارنة العوائد الفعلية للمحفظة بالعائد المتوقع وبيشير للأداء بتاع المحفظة بألفة وبيقول إن ألفة لابد إنها تكون مجابة عشان هي يعني يبقى العائد الفعلي أكبر من العائد المتوقع فلابد إن ألفة تطلع مجابة ألفة بترمز للعائد الإضافي برضو وكل ما زادت ألفة كل ما ده بيكون أفضل بالنسبة لأداء المحفظة وبالتالي دايماً بختار المحفظة اللي معامل ألفة بتاعها أعلى أو برتب المحافظة وفقاً للأعلى فالأقل في عدة مقاييس تانية للأداء زي مقياس فاما وفاما بيعتمد على العلاقة التوازنية بين العائد المتوقع للمحفظة ومخطرتها من خلال إضافة معدل العائد الخالي من الخطر لبدل المخطرة منسوبة للإنحراف المعياري وبعد كده بيحسب تغير العائد المتوقع من المحفظة وعائد المحفظة بالمعادلة اللي موجودة قدامنا أنا بشكركم جداً على حسن الاستماع وعلى المتابعة وبتمنى لكم التوفيق في الامتحانات وإن شاء الله ما تقلقوش من الامتحان هيجي في المستوى اللي احنا تنوالنا به الموضوعات وإن شاء الله موفقين ونتقابل على خير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر